المجلس الأعلى المرأة المجلس الأعلى المرأة الملس الوطني للتوازن بين الجنسين بالإضافة إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والوقوف على مرئيات السلطة التشريعية حول التشريعات والخدمات الدعمة للحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري بحسب ما صدر من مراسيم في هذا الشأن وثمن معالي رئيس مجلس الشورى منهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة المنبثقة من رؤية وطنية طموحة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وتعزيز ريادتها في شتى المجالات من جانبها أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل ضمن توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة من تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على تعزيز تعاونه مع السلطة التشريعية وفقا لأطر عمل واضحة تضمن رفع مساهمة السلطة التشريعية في تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ودفع مسيرة تميز مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مختلف قضايا المرأة معربة عن حرص المجلس على مواصلة إجراء المراجعات اللازمة والتقييم وقياس الأثر المنشود لهذا التعاون وصولا إلى الأهداف المشتركة طبعا في لقاء اليوم كان لقاء يتكلم عن أوجه التعاون والتنسيق إن شاء الله مع المجلس الأعلى للمرأة طبعا برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بالتبراهيم آل خليفة طالما كان عندنا عدد من المواضيع المشتركة التي نعمل على تعزيز والتعاون على المستوى التشريعي والرقابي وكيفية مساندة عمل المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المرحلة المقبلة تحتاج مننا أن نكون مع مراجعة عدد من التشريعات مد غياس مدى أثرها في التطبيق والنفاذ وتأثيرها على مؤشرات المرأة البحرينية طبعا طالما نعتز دائما فيما حققته من مؤشرات في هذا الجانب على كافة المستويات الاقتصادية الأسرية الاجتماعية السياسية ولكن من النجاح أيضا أن نستمر في هذه المراجعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر